امام للعمراني مشاهدين اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ومجتمعات العمرانية واللواء هشام أمنا وزير التنمية المحلية والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة والدكتور مصطفى الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للأثار والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والأثار للشؤون الأثارية والواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الأعمال الإنشائية خاصة ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة وقد وجه السيد الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة به من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له خاصة من مطاري قاهرة واسفانكس وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم ويتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الأثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعة كما تم عرض جهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية خاصة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وكذلك قصر الأمير محمد علي شاهدين في إطار متابعة نشاط السيد الرئيس اليوم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متبعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة وقد وجه سيد رئيس بتعزيز مسارات عمل الوزارة والتنصيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية بهدف تنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تذخر به مصر من مقاومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضري فريد وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة ووقعية فالمشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة فضلا عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الأمر الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة وقد عرض السيد وزير السياحة والأثار في هذا الصدد خطة الوزارة المستقبلية بهدف تحفيز مناخ الاستثمار السياحي في جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية إلى جانب زيادة طاقة خطوط الطيران المتاحة إلى مصر خاصة منخفضة التكاليف وكذا تحقيق التكامل مع جهود الدولة التنموية فضلا عن التطوير المؤسسي والتشريعي لقطاع السياحة بما يساعد على رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتعزيز معدلات تدفق السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر